والله نشوف احنا انا نظن اليوم الناخب الوطني والاتحادية اليوم اصابوا نظرنا لاش اللي راح نلعبه التربوسة دار حيكون في الطوغو كما يعرف الرأي العام انه اللي طوغو مجاورة للكو ديفوار من ناحية المناخ من ناحية المسافة انا نظن اليوم كان حاجة مهمة تانيت اليوم الناخب الوطني اللي راح يواجهها هو انه كيللعبين كثار اللي ما مش متعودين باجواء افريقيا هذا شيء اللاعبين الجدد طبيعة الحل هما اللي راح يكتشفوا اليوم افريقيا مثل هذو اللاعبين اللي راح يكتشفوا ادغال افريقيا من بوابة طوغو وهلي هذا اليوم تربوس هذا نقدر نقوله احنا راح يكون تربوس راح يساعد كثير للمنتخب الوطني شوفنا اليوم ثاني تلاحظنا انه الناخب الوطني اليوم خداد درس ما يخفالكش باللي في الكاس افريقيا السابقالي كنا قدرنا اجرينا تربوس في قطر اللي ما كانش ما استفدناش منه كثير وكانت النتيجة انه خرجنا في الادوار الاولى هذا شيء اللي لاحظناه اليوم بالك اليوم الناخب الوطني راح في الدرس كما ينبغي ولهذا اليوم طوغو نقدر نقوله احنا قرار صائب ورح يخدم المنتخب الوطني في كاس افريقيا اشتركوا في القناة